موسيقى الرئيس السيسي والملك عبدالله يبحثان هاتفيا سبل حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط موسيقى سفينة تنقيب تركية تعود إلى ميناء أنطاليا قبل قمة الاتحاد الأوروبي موسيقى تشييع بثمان العالم النووي الإيراني وتهران تقول أن السلاحة المستخدمة في اغتياله صنع في إسرائيل موسيقى 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 أيها السيدة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في نشرة إخبارية جديدة تأتيكم من قناة النيل يقرأها معي بلغة الإشارة الزميل رأفة حلمي توفق الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين على مواصلة الجهود المشتركة من أجل تسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة بدعم المؤسسات الوطنية بها لاستعادة الأمن والاستقرار وفي اتصال هاتفي تلقاه الرئيس من الملك عبدالله بحث زعيمان العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين خاصة تلك المتعلقة بتعزيز التبادل التجاري والتعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي فضلا عن تبادل وجهات النظر حول تطورات عدد من القضايا الإقليمية واستعرض السيسي وعبدالله مستجدات القضية الفلسطينية حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن كيفية حل حالة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط ودفع الجهود لاستئناف مصاري المفاوضات بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت مساء أمس مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس تطورات القضية الفلسطينية الأمين العام حرس خلال اللقاء وهو الأول منذ انتشار جائحة كورونا في فبراير الماضي حرس على الاستماع إلى تقييم الرئيس عباس بشأن موضوعات إعادة العلاقات مع إسرائيل وملف المصالحة الوطنية الفلسطينية وتأثير الأوضاع الإقليمية على القضية الفلسطينية أبو الغيت أكد للرئيس الفلسطيني أن الجامعة العربية كانت وستظل داعمة بلا حدود لنضال الشعب الفلسطيني وصموده لاستعادة حقوقه المشروع وتحقيق السلام القائم على العدل وخروج الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى النور يعقد المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان نتيجة جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب عادت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس إلى ميناء أنطاليا قادمة من منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط وذلك قبل أقل من أسبوعين من قمة للاتحاد الأوروبي ينظر خلالها في العقوبات المحتملة لفرضها على أنقرة قبل أقل من أسبوعين من قمة الاتحاد الأوروبي عادت سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس إلى ميناء أنطاليا بعد تواجدها في منطقة متنازع عليها بالبحر المتوسط القمة الأوروبية ستنظر العقوبات المحتمى الفرضها على أنقرة في ظل توتر العلاقات بين الجانبين وتتمسك كل من اليونان وقبروس بفرض عقوبات على تركيا ردا على ممارساتها البحرية غير القانونية في شرق البحر المتوسط بينما تظهر مؤشرات الموقف الألماني عدم التحمس لفرض عقوبات على أنقرة لاعتبارات اقتصادية يحتدم الخلاف بين تركيا واليونان العضوين في حلف شمال الأطلسية بشأن نطاق الجرف القاري لكل منهما والحقوق في موارد الطاقة المحتملة في شرق البحر المتوسط كانت تركيا قد سحبت السفينة من المياه المتنازع عليها قبل قمة سابقة للاتحاد الأوروبي في أكتوبر لإعطاء فرصة للجهود الدبلوماسية لكنها أعادت إرسالها لاحقا بعدما وصفته بنتائج غير مرضية من القمة وفي وقت سابق من شهر نوفمبر قالت تركيا أن السفينة ستعمل في المنطقة حتى 29 من الشهر نفسه قال مصدر أمني لبناني ومسؤول إسرائيلي أن المحادثات التي كانت مقررة بين لبنان وإسرائيل يوم الأربعاء بوساطة أمريكية تأجلت حتى إشعار آخر وقال المصدر اللبناني أن الوسطاء الأمريكيين الذين أبلغوا الجانب اللبناني بالتأجيل سيجرون اتصالات ثنائية مع الجانبين وأكد المسؤول الإسرائيلي التأجيل لكنه قال إنه لا يمكن ذكر أي تفاصيل بدأت إسرائيل ولبنان المفاوضات في أكتوبر باجتماع وفدين من البلدين في قاعدة للأمم المتحدة في محاولة لحل نزاع بشأن حدودهم البحرية والذي أعاق التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة التي يحتمل أن تكون غنية بالغاز ذكر التلفزيون الإيراني الناطق بالإنجليزية اليوم إن السلاحة المستخدمة في اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة صنع في إسرائيل يأتي هذا في الوقت الذي شيع فيه جثمان العالم الإيراني في تهران بمشاركة رسمية وحضور محدود في ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة للوقاية من فيروس كورونا بعد أيام من اغتياله في عملية اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عنها قيمت في تهران مراسم تشياء العالم النووية محسن فخري زادة بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين وسجي نعش العالم الراحل وقد لف بالعالم الإيراني وأحيط بأكاليل من الزهور كما رفعت في المكان صور تظهره إلى جنب المرشد الأعلى الإيرانية أياط الله علي خامنئي كما رفعت صور تظهر وجه فخري زادة ووجه اللواء قاسم سليماني القائد السابق لفيلق القدسة والذي اختيل في يناير الماضي بضربة جوية أمريكية في بغداد وأعلنت إيران الجمعة وفات فخري زادة رئيس منظمة الأبحاث والإبداع في وزارة الدفاع متأثرا بجروحه بعيد استهدافه من قبل إرهابيين أطلقوا الرصاص على سيارته في مدينة آب سردة بمقاطعة داماون شرق طهران وأحملت طهران إسرائيل المسؤولية عن عملية الاغتيال فيما نقل التلفزيون الإيراني الناطق بالإنجليزية عن مصدر غير رسمي قوله أن السلاح المستخدم في اختيال العالم نووي الإيراني صنع في إسرائيل مشيرا إلى أن السلاح الذي انتشل من موقع العمل الإرهابية يحمل شعار ومواصفات الصناعة العسكرية الإسرائيلية وتوعد المرشد الأعلى الإيراني آيات الله علي خامنئي بمعقبة الضالعين في الاختيال متعهدا بمواصلة نشاطات العالم الراحل وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أدرجت فخر زاد على لائحة العقوبات عام 2008 على خلفية نشاطات وعمليات سهمت في تطوير برنامج إيران النووي بينما اتهمته إسرائيل سابقا عبر رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو بالوقوف خلف برنامج نووي عسكري تنفي طهران وجودا قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد أمام البرلمان اليوم إن قوات بلاده لم تقتل أي مدنيين في حرب تيجري مشيرا إلى أن الجيش الإثيوبي لن يدمر عاصمة الإقليم جاء ذلك ردا على تصريحات زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري في إثيوبيا التي أعلن فيها أن قواته أسقطت طائرة عسكرية إثيوبية واستعادت بلدة أكسوم من قبضة الجيش الإثيوبية فضلا عن أسر عدد من الجنود الإيرتريين الذين كانوا يقاتلون إلى جانب الجيش الإثيوبية رغم إعلان الحكومة الإثيوبية السيطرة على عاصمة إقليم تيجري وإنهاء العملية العسكرية في الإقليم إلا أن أنباء أخرى تؤكد استمرار المعارك هناك حيث قال زعيم الجبهة الشعبية لتحرير تيجري في بصريحات نقلتها وكالة رويترز أن قواته استعادت بلدة أكسوم من قوات الجيش الإثيوبية كما أعلن زعيم الجبهة التي تحارب الحكومة الإثيوبية أن قواته أسقطت طائرة عسكرية إثيوبية وأصلت قائدها الذي كان في مهمة قصفة مضيفا أنه رغم انسحاب قواته من محيط عاصمة الإقليم إلا أنها ستواصل القتال وسط مخاوف من حرب عصابات في مدن الإقليم ووصف رئيس الوزراء الإثيوبية أبي أحمد الصراع المتواصل منذ ثلاثة أسابيع بأنه شأن داخلية يتعلق بإعادة فرض القانون والنظام رافضا روض الوساطة الدولية والإقليمية كما أكد أن الشرطة الاتحادية ستسعى لإلقاء القبض على من وصفهم بمجرم الجبهة الشعبية لتحليل تيجري وتقديمهم للمحاكمة يأتي ذلك فيما قال التلفزيون الرسمي الإثيوبي إنه جرى العثور على سبعين مقبرة بعضها لأفراد والباقي مقابر جماعية في بلدة حميرة بإقليم تيجري دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل كانت الحكومة الإثيوبية قطعت اتصالات الهاتف والإنترنت مع إقليم تيجري وشددت الدخول إليه منذ اندلاع القتال في الرابع من نوفمبر مما جعل من الصعب التأكد من حقيقة الأوضاع بالإقليم في سياق متصل أكد مفاوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبو جراندي وجود حاجة مسى لأكثر من 150 مليون دولار خلال الستة أشهر القادمة لمعالجة وضع اللاجئين الإثيوبيين الذين دخلوا السودان منذ بداية القتال في إقليم تيجري داخل إثيوبيا أكثر من 44 ألف لاجئ فروا من إقليم تيجري الإثيوبي ولقوا إلى السودان خلال أسابيع قليلة هذا ما أكدته الأمم المتحدة على لسان مفاوضها لشؤون اللاجئين في لبو جراندي الذي أشار إلى استمرار عملية النزوح اليومية وعبر جراندي عن أمله في أن تقدم السلطات الإثيوبية وعودا بوصول المساعدات الإنسانية إلى إقليم تيجري في أقرب وقت ممكن مضيفا في مؤتمر بالعاصمة السودانية الخرطوم أن تقديم المساعدات حتى الآن ليس ممكن لسكان الإقليم وأنه يأمل أن يتحسن الوضع في الأيام القليلة المقبلة لدي قلق كبير أيضا على الموقف داخل إثيوبيا فليس لدينا حتى الآن إلتانية لإدخال المساعدات إلى هناك سواء للذين كنا نساعدهم من قبل أو الذين تشردوا مؤخرا بسبب اندلاع القتال وأجدد مناشدتي للسلطات الإثيوبية للسماح لنا من منطلق إنساني بإدخال المساعدات لأن الناس في أشد الحاجة إليها يأتي ذلك في وقت حاول لاجئون إثيوبيون فروا إلى مناطق شرق السودان التماس بعض السكينة في الصلاة بعدما أكبرتهم ظروف الحرب على النزوح من بلادهم مؤكدين أنهم تركوا كل شيء هربا بحياتهم لم أتناول التعام منذ عشرين يوما أعيش فقط على الماء لقد تركنا كل شيء وراءنا وهربنا عندما بدأ إطلاق النار علينا ورغم إعلان الحكومة الإثيوبية سيطرتها على عاصمة إقليم تيجراي وانتهاء القتال إلا أن لاجئي الإقليم الإثيوبي في السودان شككوا في هذا الإعلان واعتبروه مناورة جديدة من حكومة أبي أحمد وأطلقت الحكومة الإثيوبية في الرابع من نوفمبر عملية عسكرية للسيطرة على منطقة تيجراي بعدما وصفته بتمرد حكومتها على الحكومة المركزية في أديسابابا تنطلق اليوم الجولة الرابعة من أعمال لجنة الدستورية المصغرة لسوريا في جنيف وعشية الجولة أعربت جير بيدرسون مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لسوريا أعرب عن أمله في أن تتمكن الأطراف السورية من إحراز تقدم مع الجولة الخامسة القادمة التي اتفق على أن تنعقد في الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل كما تعلمون ليس لدينا اتفاقا محددا ولكن لدينا توافق على عقد هذه الجولة من المحدثات وأيضا جولة أخرى في يناير المقبل والاتفاق هو أن نناقش مبادئ الدستور أو المبادئ الأولية للدستور وهذا ما سوف نناقشه بالفعل دائما ما يتم سؤالي عن المدى الزمني أو السقف الزمني للمفاوضات دعوني أؤكد أنه لا يوجد سقف زمني لا يوجد ترتيب زمني محدد لهذه المناقشات لأن التجربة علمتنا أن لا أحد سيحترم هذا السقف الزمني إذا تم تحديده وقال بيدرسون أنه سيتم التركيز على العملية السياسية والقرار 2254 الصادر عن مجلس الأمن للوصول إلى الدستور الجديد وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لدينا أمال في إمكانية إحداث تقدم في المسار السياسي أعلم أننا لم نكن في مستوى طموحات الشعب السوري في إنهاء هذا النزاع لكن مع الهدوء النسبي الذي نراه في سوريا حاليا يمكننا التركيز أكثر على دفع المسار السياسي وتنفيذ جميع بنود قرار مجلس الأمن رقم 2254 واحد من أهم بنود هذا القرار هو إقرار دستور جديد وإجراء انتخابات لهذا أنا أعمل بكل قوتي على تنظيم انتخابات وفقا للدستور الجديد تصريف مدينة تنجا المغربية بدأ من اليوم جلسات حوار ليبية جديدة بين أعضاء البرلمان الليبي وعضاء المجلس الأعلى للدولة يتوقع أن تستمر لعدة أيام من أجل الوصول إلى خلاصات تكون بوابة لحل جميع المشاكل والخلافات بين الفرقاء الليبيين جولتنا رابعة من المباحثات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين تنطلق اليوم الاثنين في مدينة تنجا شمالي المغرب الجلسة تناقش معير اختيار شاغل المناصب السيادية وتطورات المشهد الليبي ومخرجات ملتقى الحوار السياسي ويسعى المجتمعون لاستثمار نجاح لقاء البرلمان للوصول إلى مزيد من التقدم في عدد من المجالات السياسية ويجاد حلول شاملة للأزمة الليبية هذا قد شهدت مدينة بوزنيقة المغربية ثلاثة جولات سابقة من الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة كانت الأولى بين السادس والعاشر من سبتمبر الماضي في حين عقدت الثانية بين الثاني والسادس من أكتوبر أما الجولة الأخيرة فعقدت في الفترة بين الثالث والخامس من نوفمبر الجاري وقد تم التأكيد خلالها على همية تحمل مجلسي النواب والمجلس الأعلى للدولة مسؤولية المحافظة على المسار الديمقراطية وتكسيد الملكية الليبية الكاملة للعملية السياسية وتوحيد مؤسسات الدولة وتمكين السلطة التنفيذية من التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية دستورية كانت تتانجة قد احتضنت بين الثالث والعشرين والثامن والعشرين من نوفمبر الجاري أعمال الاجتماع التشوري لمجلس النواب الليبي بحضور أكثر من مائة وعشرين نائباً ليبياً من تبرق وترابلس واتفق النواب في ختام الاجتماع التشوري على سبع نقاط تمهد لإنهاء حالة الانقسام السياسي والتشريعي البيان الختمي لأعضاء مجلس النواب الليبي أعلن أن المقر الدستوري لإنعقاد المجلس هو مدينة بنغازي وقد تم الاتفاق على عقد جلسة التئام في مدينة غدامس مباشرة حال العودة لإقرار كل ما من شأن إنهاء حالة الانقسام بمجلس كما أعلن العزم على المضي قدماً نحو الوصول إلى إنهاء حالة الصراع والانقسام بكافة المؤسسات والحفاظ على وحدة وكيان الدولة وسيادتها على كامل أراضيها البيان ذاته أكد الاستعداد التام للتعاطي بإيجابية مع كافة مخرجات مسارات الحوار بما يتفق مع الألان الدستوري وتعديلاته والاتفاق السياسي الليبي وقد شدد البيان على ضرورة الالتزام بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وفق إطار دستوري وإنهاء المرحلة الانتقالية في أقرب وقت ممكن على ألا تتجاوز العام من تاريخ التئام مجلس النواب احتشد عشرات الفلسطينيين في قرية الخان الأحمر شرق مدينة القدس المحتلة احتجاجا على إعلان المحكمة العليا الإسرائيلية عزمها تحديد جدول زمني في غضون 45 يوما لإخلاء القرية وهدمها احتجاجات نظمها مئات الفلسطينيين الأحد في قرية الخان الأحمر شرقية مدينة القدس للمطالبة بإعادة النظر في قرار محكمة الاحتلال الإسرائيلي في هدمها وأيضا بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني السلطات الإسرائيلية أعلنت عزمها تحديد جدول زمني لإخلاء الخان الأحمر القرية الفلسطينية التي تتمتع بموقع استراتيجي وتقع بوسط الضفة الغربية المنطقة ضرورية لإقامة دولة فلسطينية حقيقية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية المحكمة الإسرائيلية العليا قالت الأحد إنها ستحدد جدول زمني لإخلاء القرية في غضون 45 يوما وكانت المحكمة قد قضت بالفعل عام 2018 بهدم القرية لكن عملية الهدم تأجلت مرة تلو الأخرى لسنا سعداء لأن الفلسطينيين ما زالوا تحت خطر إمكانية إزالة قرية الخان الأحمر الحكومة الإسرائيلية ورئيس الوزراء الإسرائيلي أعلنوا أمام المحكمة أنهم سيهدموا قرية الخان الأحمر ولكن ليس الآن إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق مع سكان فلن نكون سعداء نحاول حل مشكلة الخان الأحمر بخطة محددة خضعنا قبل عامين للنظام القضائي الإسرائيلي لكنه رفضت تعامل معنا قرية الخان الأحمر تقع على بعد عشرات الأمتار من طريق سريع من أربع حارات يمتد من الشرق إلى الغرب ويشق الضفة الغربية إلى نصفين عند منطقة ضيقة ويربط القدس بغور الأردن وكانت دول أوروبية كبرى قد حذرت عام 2018 من أن هدم قرية الخان الأحمر يمثل تهديدا خطيرا للآفاق المتداعية لتنفيذ حل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي الاهتمام الدولي الضخم على ما يبدو والذي تم توجيهه للقرية الصغيرة في ذلك الوقت كان مرتبطا بموقعها للسراتيجي في وسط الضفة الغربية اعلنت وزارة الصحة خروج مئاتين وفاق المتداعية اعلنت وزارة الصحة خروج مئاتين وفاق المتداعية وستة متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات وسجلت الوزارة ثلاثمائة وثماني وخمسين حالة إصابة ووفاة خمس عشرة حالة جديدة بالفيروس أمس الأحد وبلغ إجمالي المصابين مئة وخمسة عشر ألفا وخمسمائة وإحدى واربعين حالة من ضمنهم مئة والفان وخمسمائة وستة وتسعون حالة تم شفاؤها وستة ألاف وستمائة وستة وثلاثون حالة وفاة يبدأ لبنان اعتبار من اليوم تخفيف إجراءات الإغلاق التي فرضت قبل أسبوعين بعد تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وذلك في محاولة لإنعاش اقتصاده المترنح في فترة الأعياد وقال وزير الصحة حمد حسن أن المطاعم ستفتح أبوابها بالنسبة إشغال تبلغ خمسين بالمئة لكن الحانات والنواد الليلية ستبقى مغلقة وحفلات الزفاف محظورة بينما يبدأ حظر التجوال الليلي من الساعة الحالية عشرة ليلا بدلا من الساعة الخامسة مساء وذلك حتى الخامسة صباحا وأضف أن المدارس ستعيد فتح أبوابها لكن مع اعتماد التعليم المدمج بحيث يعطي قسما من الدروس عن بعد حذر مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعضية أنطوني فاوتشي من طفرة كبيرة في انتشار فيروس كورونا مع عودة ملايين المسافرين إلى ديارهم بعد عطلة عيد الشكر ليس الأمر متأخرا على أن نقوم بهذا يجب علينا أن نتوخى الحذر عند العودة من السفر بشأن الأماكن التي سنذهب إليها كما يجب علينا الالتزام بالإجراءات التي تعودنا عليها والمتعلقة بارتداء الأقنعة والحفاظ على مسافات التباعد وتجنب الزحام وقد رأينا أن الولايات التي طبقت هذه القواعد تراجع فيها منحن الإصابات بالفعل لهذا يمكننا القيام بشيء خاصة مع الدخول في فصل الشتاء وعطلات عيد الميلاد أخضعت وزارة الصناعات الخفيفة في كوريا الشمالية موظفيها وعمالها لاختبارات درجات الحرارة أمس خشية إصابتهم بفيروس كورونا المستجد قبل دخولهم إلى مقر الوزارة بالعاصمة بيونج يونج كما حرس القائمون على الوزارة على رش المكاتب والطوابق والأرضيات بمواد مطهرة واختبرت كوريا الشمالية أكثر من 12 ألف شخص ولم تعلن عن تسجيل أي إصابات بالفيروس منذ الأول من نوفمبر الجاري بحسب وزارة الصحة في البلاد لكن منظمة الصحة العالمية قالت أن هناك أكثر من 6000 حالة يشتبه في إصابتهم بكورونا في كوريا الشمالية نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد فوصل قادة الاحتجاجات في تايلاند يواجهون تهما تتعلق بإهانة النظام الملكي ترجمة نانسي قنقر والآن مشاهدين مع أخبار المال والأعمال والزميل حسام الدين عاطف مرحبا بك زميل حسام أشكرك عمر شكرا جزيلا وأهلا بكم مشاهدين الكرام إلى باقتنا الاقتصادية أهم ما فيها 33 مليار جنيه استثمارات الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة خلال العام المالي 19-20 ألا بكم من جديد أكد رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر طارق الدسوقي إن الشركة استطاعت خلال الفترة الماضية تحقيق الاستقرار للشبكة القومية وتغطية الفجوة بين الانتاج والسهلات وخلال الجامعية العامة العادية وغير العادية للشركة بحضور وزير الكهرباء محمد شاكر أشار الدسوقي إلى أن الشركة استطاعت استكمال خطوات إعادة تأهيل شركات الكهرباء من خلال تسوية التشابكات المالية مع الجهات المختلفة إلى جانب ارتفاع قدرات الشبكة القومية بمقدار 1199 ميجاوات كما أشار إلى أن استثمارات الشركة وشركاتها التابعة خلال العام المالي 2019-2020 بلغت 33 مليار جنيه أكد وزير المورد المائي والري محمد عبد العاطي أن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من المشروع القومي لتأهيل الترع نظرا لما يحققه من نقلة حضرية في المناطق التي يتم التنفيذ فيها ووجه الوزير خلال اجتماعه مع القيادات التنفيذية بالوزارة بالإصراع في الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التحول من نظم الرأي بالغمر إلى نظم الرأي الحديثة مؤكدا أهمية المشروع في ترشيد استخدام المياه وزيادة الانتاجية بالإضافة إلى الربحية للفلاحين أكدت وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط أن جائحة كوفيد-19 سرعت وطيرة الإصلاحات المتخذة لسد الفجوة بين الجنسين على مستوى العالم وخلال مشاركتها في منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة حول المرأة أكدت المشاط أن مصر حصلت على المركز الأول في تقرير هيئة الأمم المتحدة وبرنامجها الإنمائي على مستوى منطقتين الشرق الأوسط وغرب آسيا باتخاذها 21 إجراءا لدعم السيدات في مصر وأشارت الوزيرة إلى وجود 13 مشروعا لتمكين المرأة ضمن محفظة الوزارة بقيمة تبلغ 83 مليون دولار وإلى البرصة المصرية التي تبانت مؤشراتها خلال تعاملات اليوم حيث انخفض المؤشر الرئيسي للبرصة EGX30 بنسبة 52 من 100% وانخفض أيضا مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 8 من 100% بينما ارتفع مؤشر EGX70 بنحو 5 من 100% وذلك حتى منتصف التعاملات في تركيا ظرت بياناته من محهد الإحصاء التركي أن عجز التجارة الخارجية للبلاد قفز إلى 34.4% على أساس سنوي في أكتوبر إلى مليارين 37 من 100 من المليار دولار وفقا لنظام التجارة العام وذكر المعهد أن صادرات تركيا زادت بـ 5.6% وارتفعت الواردات بـ 8.4% مقارنة مع أكتوبر 2019 وفي أول عشرة أشهر من العام ارتفع العجز التجاري بـ 76.2% إلى 40.27 من 100 مليار دولار كشف تقرير حديث صادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا إن سوق العمل بمنطقة شرق إفريقيا وهي المنطقة الأكثر تأثرا بتداعيات وباء كوفيد-19 فقدت ما يقرب من 38 مليون وظيفة وأوضح التقرير أن هذه المنطقة ستسجل خلال عام 2020 نمو يكاد يصل إلى الصفر فيما ستحقق أربع دول بالمنطقة فقط معدل نمو إيجابي لهذا العام مشيرة إلى أن وباء كورونا المستجد أدى إلى التساع نطاق ديون المنطقة أظهرت أحدث بيانات رسمية أن نشاط الصناعي الصيني حقق نمو بوتيرة تعد الأسرع منذ أكثر من ثلاث سنوات خلال شهر نوفمبر في وقت واصل ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعافئه من أزمة كوفيد-19 وأتعفى مؤشر مدير المشتريات بعد تدابير المشددات التي اتخذت للحد من تفشي الفيروس مطلع العام حيث بلغ 52 واحد من عشر هذا الشهر ويزال أعلى من مستوى الخمسين نقطة التي تشكل الحد الفاصلة بين النموي والانكماش قالت مصادر وإن أوباك وحلفائها فيما يعرف بأوباك بلاس سيبحثون اليوم تمديد تخفيضات إنتاج النفط القائمة لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر بالإضافة إلى زيادة تدريية للإنتاج اعتبارا من يناير كتصورات رئيسية خلال اجتماعها الذي يعقد على مدى اليومين وكان من المقرر أن تخفف أوباك بلاس من تخفيضات الإنتاج اعتبارا من يناير 21 لكن موجة فيروس كوفيد 19 الثانية قللت الطلب على الوقود في جميع أنحاء العالم أما على صعيد أسعار النفط العالمية فقد انخفطت الأسعار خلال تعاملات اليوم إذا ترقبوا المستثمرون قرار مجموعة أوباك بلاس لكن أمال اللقاح ساهمت في بقاء الخامين القياسيين على مصاري الارتفاع بأكثر من الخمس منذ بداية نوفمبر وانخفطت العقود الأجلة لخام القياس الأوروبي المعروب بمزيج برينت تسليم يناير بنسبة 2.1% إلى 47 دولار 17 سنة للبرميل وهبطت العقود الأجلة للخام الأمريكي بـ 91% إلى 44 دولار 67 سنة للبرميل لكن الخامين القياسيين ما زال يتجهان صوب الارتفاع بأكثر من 20 مل بيئة منذ بداية نوفمبر في أقوى مكسب شهري منذ مايو الماضي وفي أسواق المعادن النفيسة انخفضت ذهب ويمضي على مصاري تسجيل أسوأ أداء شهري في أربع سنوات إذ حفز تفاؤل بشأن انتعاش اقتصادي من فيروس كوفيد-19 على شراء يصول تقليدي عالية المخاطر وهبطت ذهب في المعاملات الفورية بنحو الـ 1% إلى 1771 دولار 22 سنة للوقية في أكبر تراجع منذ نوفمبر 2016 كما هبطت الفضة بـ 19% إلى 22 دولار 3 سنتات وتراجع البلاتين بنصف المئة إلى 959 دولار 13 سنة للوقية في أسواق الأسهم الأسيوية انخفضت البرصة اليابانية في ختام تعاملات اليوم لكن المؤشر النكاية الرئيسي سجل أكبر مكسب شهري له منذ ما يقرب من 27 عاما مع زيادة الإقبال على المخاطرة وهبط النكاية بـ 79% منهيا أربع جلسات متتالية من المكاسب لكن المؤشر سجل قفزة بـ 15% في نوفمبر وهو أكبر مكسب شهري له منذ يناير 1994 كما سجل المؤشر توبيكس الأوسع نطاقا أكبر مكسب شهري له منذ أبريل 2013 لكنه أغلق منقفضا بـ 71% من 100% ومشاهدين الكرام بهذا الخبر انتهت وقفتنا الاقتصادية عودة للزميل عمر الشهاد تفضل عمر شكرا لك زميل حسام وجهت الشرطة تهمة الإساءة للنظام الملكي لعدد من قادة الاحتجاجات في تايلند وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما ويواجه معظم قادة الاحتجاج تهما أخرى مثل عرقلة المرور وإثارة الفتن وتشهد البلاد احتجاجات ضخمة منذ يوليو الماضي للمطالبة بإصلاح النظام الملكي لجعله أكثر عرضة للمساءلة بتنحي رئيس الوزراء وحكومته وتعديل الدستور أهلا بكم أكدت نتائج إعادة فرز الأصوات في ولاية ويسكنسون فوز الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن وبدوره جدد الرئيس المنتهي ولايته دونالد ترامب تمسكه بمزاعمه عن تزوير الانتخابات الرئاسية رافضا الإقرار بالهزيمة صعوبات جمى توجه الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب لإثبات مزاعمه بشأن تزوير الانتخابات الرئاسية أمام المحكمة العليا وفي مقابلة تلفزيونية امتدت لأكثر من أربعين دقيقة قدد ترامب موقفه المتمسك بتزوير الانتخابات وأنه لن يقر بالخسارة أمام جو بايدن سوف أستخدم 125% من طاقتي نحن بحاجة إلى قاضي يستمع إلينا نحن بحاجة إلى محكمة عليا لديها استعداد لاتخاذ قرار كبير مع الأخذ في الاعتبار كل شيء الأمر ليس كأنك سوف تغيرين رأيي فرأيي لن يتغير بعد ستة أشهر وحتى اليوم لم ينجح فريق ترامب القانوني في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن التزوير لكن ترامب اتهم القضاء برفض ما لديه من أدلة المشكلة هي أنه من الصعب إحالة القضية إلى المحكمة العليا لدي أفضل المستشارين والمحامين لعرض القضية في حالة قبولها لكنهم يقولون إن القضية لا يمكن إحالتها هل يتخيل أحد ذلك؟ دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة يرفع قضية والمحكمة العليا ترفضها حتى مع وجود حجم كبير من الأدلة ومئات الشهادات والإفادات الموثقة وفي حين يتمسك ترامب بتزوير الانتخابات تلقى فريقه القانوني انتكاسة أخرى من المحكمة العليا في ولايات بنسلفانيا التي رفضت شكوى كانت تطالب إما بإبطال التصويت عبر البريد وإما بإلغاء التصويت بكامله وسبق لفريق ترامب القانوني أن خسر عشرات الدعاوى القضائية بسبب عدم اقتناع القضاء بوقوع مخالفات انتخابية في ولايات منها ميتشغن وجورجيا وأريزونا ونيفادا الانتكاسة الأخرى جاءت بطلب من ترامب نفسه وذلك بعد أن طلبت حملته بإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين بولاية ويسكنسون بحصول الرئيس الديمقراطي المنتخب جو بايدن على المزيد من الأصوات وسواء اعترف ترامب بهزيمته أم لا فمن المؤكد أن المجمع الانتخابي سيلتأم في الرابع عشر من ديسمبر ليؤكد انتخاب بايدن وسيؤدي الرئيس الديمقراطي اليمين الدستورية في العشرين من يناير المقبل في سياق المتصل أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن تشكيلة فريق الاتصال الخاص به في البيت الأبيض وسيكون مكونا من الإناث واختيرت جين ساكي متحدثة باسم البيت الأبيض وإضافة إلى ساكي تم الإعلان عن أسماء ست شخصيات أخرى بينها كيت بنجلفيلد وستشغل منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض أما أشلي إتيان فستشغل منصب مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس كامالا هاريس وستشغل سيمون ساندرز منصبة كبيرة مستشار هاريس والمتحدثة باسمها وستكون بيلي توبار نائبة لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض وكارين جان بير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض واختيرت إليزابيث أليكزاندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن ولا تتطلب هذه التعينات موافقة مجلس الشيوخ على عكس المناصب الوزرية أصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بكسر في قدمه اليمنى وسيتوجب عليه أن ينتعي لحذاء طبيا بحسب ما أعلن فريقه بعد أن نقل الرجل البالغ من العمر 78 عاما إلى الطبيب إثر انزلاقه أثناء اللعب مع كلبه نزل المتظاهرون المعارضون للحكومة في بيلاروسيا إلى شوارع العاصمة منسك في تظاهرة جديدة ضد إعادة انتخاب الرئيس أليكساندر لوكاشينكو لم يقف التقص السيء حائلا أمام المئات من المتظاهرين للخروج في مظاهرات الأحد من كل أسبوع ضد الرئيس أليكساندر لوكاشينكو وعلى غرار الأسبوع السابقة أغلقت السلطات العديد من محطات قطارات الأنفاق في وسط العاصمة منسك وقيدت شبكة الاتصالات وكالمعتاد تدخلت قوات الشرطة لتفريق المتظاهرين واعتقلت العشرات من بينهم وقدرت جماعات حقوق الإنسان أعدادهم منذ انطلاق المظاهرات في أغسطس الماضي بالآلاف وفي المقابل يرفض الرئيس لوكاشينكو المدعوم من قبل الحليف الروسي التنحي واقترح بدلا من ذلك إجراء إصلاحات دستورية وفي مواجهة ضغوط الشارع قال لوكاشينكو أنه سيتنحى عن منصبه بمجرد إقرار دستور جديد مقترحا تقليص صلاحيات الرئاسة في إطار إصلاحات إلا أنه لم يحدد جدولا زمنيا لهذه الخطوات لكن المعارضة السياسية رفضت مقترح لوكاشينكو بالإصلاحات واعتبرته مناورة للمماطلة وأنه لا إصلاحات في ظل وجود لوكاشينكو في الحكم وأشهدت بلاروسيا احتجاجات تركزت في العاصمة منسك واندلعت بعد إعلان فوز لوكاشينكو البالغ من العمر 66 عاما بولاية سادسة كرئيس للبلاد لكن المعارضة تقول إن الانتخابات كانت مزورة وأن زعيمتها التي ترشح ضد لوكاشينكو كانت الفائز الحقيقي في الانتخابات نشرتنا متواصلة معكم وفيها بعد الفصل توزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم في حفل نظمه صندوق التنمية الثقافية طوات استخدام مكين التصرف الآلي للوقاية من فيروس كرون تعقيم اليدين بالكحول قبل وبعد استخدام المكينة استخدام المناديل الوراقية للضغط على الأزرار ثم التخلص منها فورا ترك مسافة من متر إلى مترين بينك وبين الآخرين أثناء الانتظار مع تجنب الأماكن والمكينات المزلحمة قدر الإمكان استخدام خدمات البنك الإلكترونية عوضا عن الصراف الآلي إن أمكن والآن مشاهدين مع أخبار الرياضة والزميلة ألاء حابت أهلا بك ألاء شكرا لك ألاء شهد مصرح الجمهورية حفل ختام وتوزيع جوائز الدورة الثالثة من مسابقة المواهب الذهبية لأصحاب الهمم ونظمها صندوق التنمية الثقافية تأتي المسابقة في إطار اهتمام الدولة بذوي القدرات الخاصة ودمجهم في المجتمع على مصرح الجمهورية أقيمت المسابقة الفنية للمواهب الذهبية في دورتها الثالثة لذوي القدرات الخاصة في مجال الموسيقى والغناء التي أبدع فيها أصحاب المواهب بفقرات غنائية وموسيقية المسابقة أهم حاجة فيها أن هي يعني بتلف مصر كلها من أقصاها إلى أقصاها من اسكندرية الأسوان تكتشف مواهب جديدة قدمت مواهب جديدة نجحوا أن ينضموا فيها عن الأوبرا وظهروا في حفلات كتيرة وحاسوا هم نفسهم هم وأهلهم بقيمة تعبهم وقيمة شاءهم عشان يتعلموا يعني يحافظوا على موابتهم وينموها وده بياخد مجود كبير جدا من الأسر بيتعبوا فيه جدا جدا في السنوات الأخيرة شهدت البلاد طفرة في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة نظرا لتقدير القيادة السياسية لهذه الفئة التي أبدعت في مختلف مجالات الفنون وأصبحت أصواتهم تدوي في العديد من المحافل الرسمية وغير الرسمية بدأت عندي أنا صغير ودعمتها كتير الحمد لله وحاليا المشترك في فريق سماع تحت قيادة الدكتور نصرع الفتاح وقريت عن المسابقة على الفيسبوك وتقدمت واختبرت والحمد لله أطوحت للا فرصة أن أكون معاكم النهاردة وبصراحة ربنا النجاح لنوصلتون النهاردة من الجماهير يعني أستمع على سدري وأنا بشكرهم جدا وبشكر الإدارة بتاعت المسابقة اشتركت في مرة اللي فاتت في محة الموسيقى العربية قدمت فيها للثامن والعشرين وخدش هذا بقى كرمت والحمد والله ربنا كرمني ألف حمد والشكر لك يا رب فأنا هغني لكم مقطعة صغيرة من عندي شفت آزمات ومواقف ملها الشعد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد شفت آزمات ومواقف ملها الشعد بس الصدمات بتقوي ومش بتهد أنا عندي ثقاف النفس ومناها ضد اليأس شفت آزمات ومش بتهد شارك في المسابقة العديد من المواهب لتحقيق ذلك الحلم الذي بدأ في العام 2017 عن طريق إحدى الجمعيات وقدمتها بدورها لصندوق التنمية الثقافية رمضان المطعني وختم لنشرتنا إليكم ملخصا بأهم ما ورد بها من أنباء الرئيس السيسي والملك عبدالله يبحثين هاتفيا سبل حلحلة الموقف الراهن بخصوص عملية السلام في الشرق الأوسط سفينة تنقيب تركية تعود إلى ميناء أنطاليا قبل قمة الاتحاد الأوروبي تشييع جثمان العالم النووي الإيراني وتهران تقولوا أن السلاح المستخدم في اغتياله صنع في إسرائيل نهاية النشرة شكرا على طيب المتابعة كما نشكر زميلي مزيع الإشارة رأفة حلمي